أول شيء ما كنت كانت نفسي تسفر بعدين الحمد لله يعني أول شيء فضل الله عز وجل كان شيء أهلي وإخواني أكثر شيء يساعدوني يعني الحمد لله يعني الحياة بتحتاج لإسرار والعزم ما بتحتاج أنه الواحد يقود في الدار وينام وهيك الحياة بتحتاج لإقدام الحياة تحتاج إلى أقدام الحياة مش مكفة على الطرف أو على شلل أو أي شيء الحياة تحتاج لإسرار وعزيمة وتحدي بها الكلمات المعبرة روى الشاب المميز جراح قصة فقدانه لساقه مع مناقشة عدد من القصص الواقعية لقهر كابوس مرض السرطان بكل شجاعة بحضور عدد كبير من المرضى وعائلاتهم في القاعة الزرقاء في مركز الحسين للسرطان بحب أحكي إنه جراح يعني هو بطل بالنسبة إلنا لأنه هو علمنا الشجاعة وعلمنا كيف الإرادة والأرادة والحب للحياة قديش هو الواحد بقدر مش بس يكمل حياته يعمل إشياء حتى كانت ما بالبال من قبل جراح هلا مش بس إنه بيمشي براحته بروحه بيجي حتى مع ساقه الاصطناعية لكن صار يتسلق جبال وبدو يقفز على من السكاي دايفين بس أهم من هيك أنا بتخيل يعني أهميته لجراح إنه أنا لأني بشوف كتير حالات من المراهقين اللي كان يعني أكتر شيء اللي ممكن إنه يتغلبوا على مرضهم هو لازم العلاج الوحيد هو أنه يبتروا ساقهم ولكن برفضوا هذا العلاج بفضله إنه يموتوا ولا أنه تبتر ساقهم لأنهم بفكروا إنه حياتهم انتهت شروق سارة جراح ونصرة لخصوا تجاربهم برسائل تفاؤل وأمل بحل لغز التعامل مع هذا المرض كرسائل جديدة في حب الحياة وتحديات ليست بالسهل واجهوها ولكن إرادتهم كانت أقوى من المرض توعية المرضى وأعطاهم جرعة من الطاقة الإيجابية كان العنوان الأساسي لجلسة قصص الأمل والحياة بتغيير مسار حياتهم والانطلاق للحياة بشكل طبيعي ونقل هذه العدوى المليئة بالتفاؤل والقوة للجميع ياخدوا مصدر قوة يستمد من نقوته يتحدى هدول هم هم اللي خلوني أقدر أوصل للمكان اللي أنا فيه ما دخل الحياة توقف عايشي والحمد لله يعني ما فيه عزيم وإسرار والحمد لله قدر تعدها فترة أنصح كل ست حتى لو راحت فحصت ولقت هذا الإشي ما تخاف ولا تهاب إشي طبيعي يعني ما فيه كل إشي إلو علاج يذكر أن المؤسسة والمركز يقوم بعقد هذه الحوارات بشكل دوري كجزء من المعالجة الشمولية والنفسية لهم أيمن الحمود رؤيا